الروس واضحين جدا وأعلنوا أن الحرب دي هي حرب بقاء بالنسبة لهم وأنها كانت ضرورة فرضها توسع الناتو على حدود بلادهم وأن وجود روسيا يعتمد على مدى نجاحها في الحرب الحالية خد بالك برضو من نقطة مهمة توقيت المذكرة الخاصة بتوقيت بوتين جاي بعد حدثين الحدث الأول هو الكلام عن رغبة بوتين في حضور قمة مجموعة العشرين القادمة بعد حوالي أربع شهور من دلوقتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوع الحلقة دي يمكن حضراتكم تستغربوا منه شوية لأنه بيتكلم عن مذكرة اعتقال صدرت من المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبالتالي بعد صدور القرار ده في مخاوف عالمية من رد فعل روسي غير متوقع لأن الحرب دلوقتي بقت على المكشوف بين روسيا وأمريكا وكل طرف بيهدد التاني بأسلحته اللي بيمتلكها هنشوف ايه حكاية الموضوع ده وردود الأفعال الروسية وأيضا ردود الأفعال العالمية وممكن الموضوع يوصل لفين صدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأن الجماعة في أوروبا وأمريكا شايفين أنه ارتكب جرائم حرب في الحرب الروسية الأوكرانية مع أن الناس كلها بتسأل تساوي ايه جرائم بوتين دي بجانب جرائم جورج بوش أو أوباما مثلا اللي ارتكبوها في العالم العربي والإسلامي وليه دلوقتي افتكروا بوتين وافتكروا جرائمه وصدر بحقه مذكرة توقيف بعض الصحف الأمريكية شايفة أن قرار المحكمة الجنائية الدولية ده جاي مخصوص لعزل الرئيس الروسي بوتين عالميا بعد الفشل في عزله عن طريق التواصل مع بعض الدول في العالم لاتخاذ مواقف ضد روسيا في الصراع الروسي الأوكراني والأمر دلوقتي ما بقاش بيستهدف روسيا نفسها قد ما هو تعبير ودليل على رغبة الغرب وأمريكا في إزالة حكم بوتين اللي واقف ضدهم واللي خلى خسائرهم تزيد وعطل أجندتهم في العالم كله مش بس في أوروبا الصحف الأمريكية شايفة أن القرار ده قرار رمزي فقط وإن ليه وزن أخلاقي وإنه سابقة لم تحدث من قبل لأحد رؤساء الدول اللي لها عضوية دايما في مجلس الأمن إنه يتم اتهام رئيس دولة عظمى بارتكاب جرائم حرب الغريبة بقى إن جرائم الحرب الأوروبية مرتبطة في وجهة نظر المحكمة الدولية باختطاف وترحيل الأطفال اللي تم إرسال منهم مجموعة كبيرة لروسيا منذ بداية الحرب مش علشان القتل أو الحرب ولكن حتى في مذكرات توقفهم بيضحكوا على الناس يعني تخيل كده إن دول بتشرع قوانين تتيح تغير الجنس وبتدعمه وبتشرع قوانين تدعم ما يسمى البيدوفيليا أو ممارسة الجنس مع الأطفال وطلع تتكلم عن توقيف بوتن بسبب نقل الأطفال لروسيا حتى المبرر بتاعهم مايع وملوش كده أي قيمة كان في مليون سبب ممكن يقولوه لكنهم قرروا إنهم يخلوا الناس تضحك عليهم بعد ما كانوا عايزين تعاطف أكبر منهم مع قرارهم ده فالموضوع اتقلب كده ضدهم العالم كله متأكد إن محاكمة بوتن هي احتمال ضئيل أو مش موجود من الأساس وفي ظل إنه لا يمكن محاكمة المتهمين غيابيا في المحكمة فما فيش أي فرصة إنك تشوف بوتن واقف في لاهاي في مصر حية أمريكا وحلف الناتو دي خاصة إن بوتن ودولته مش أعضاء كمان في المحكمة ووصفت روسيا الموضوع بأنه بلا قيمة وبلا معنى الجماعة الأمريكان بيقولوا إن القرار هيقيد رحلات بوتن الخارجية لأنه ممكن يكون معرض للاعتقال في 123 دولة من الدول الموقعة على الاتفاقية الخاصة بالمحكمة دي واللي مش من ضمنهم للصين ولا حتى أمريكا وبيجد له إن القصة دي هتكون اعتراف بأن بوتن مش هيفلت من العقاب وإن خطر الاعتقال هيواجهه في أي مكان يروحه وهيخليه منبوذ الحقيقة مذكرة الاعتقال دي هتكون مفيدة جدا لبوتن خاصة في الداخل الروسي وإنه بمثابة دليل إضافي هيقدمه بوتن للروس على رغبة الأعداء في تدمير الدولة الروسية والإطاحة به من الحكم وقلب نظام الحكم الروسي بأي تمن وإن ده ما هو إلا نتيجة العداء الأوروبي والأمريكي لبوتن وبالتالي ده هيكون مسوغ أكبر لبوتن في حربه الحالية وهيكون بمثابة إحياء نفوذ أكبر لداخل روسيا وزيادة شعبيته أكتر وأكتر الغرب وهو بيقدم على الخطوة دي بالسرعة دي فده معناه إن خطوته ممكن تكون رغبة في إثارة الروس ضد بوتن من الأساس وإحداث انشقاق عليه داخل روسيا وتفريق الروس عنه وعن دعمه وده مش هيحصل وهيكون رهان خاسر ليه؟ لأن الروس مدركين دلوقتي إن في ظل الحرب الحالية فطرق العودة كلها ملغمة وأي طريق غير إبعاد الناتو والانتصار في الحرب في أوكرانيا معناه هزمتهم هزيمة استراتيجية لا رجعة فيها ومعناه كمان إذلال كبير للقومية الروسية يمكن أول رد روسي على الاشتغالات الأمريكية دي كان عن طريق رئيس مجلس الدومة الروسي اللي قال إن القرار بمثابة استنفاذ من الناتو وأمريكا لكل الخيارات الممكنة ضد الرئيس الروسي بوتن وكل العقوبات والخيارات غير الودية واللي ما نجحش في تحطيم روسيا أو اقتصادها أو فرض العزلة عليها وإن أي هجوم على بوتن هو هجوم على روسيا كلها وكان كمان فيه تعليق من الرئيس الروسي السابق مدفدف اللي قال من خلال تغريدة نشرها في حسابه في تويتر بيقول لا حاجة لأن نشرح أين ستستخدم هذه الورقة وحط كده رمز تعبيري أو إيموجي عبارة عن لفة ورق تواليد في نهاية تغريدته اللي هو يعني قراركم ده مكانه التواليد وإن القرار ده عديم الجدوى الروس واضحين جدا وأعلنوا إن الحرب دي هي حرب بقاء بالنسبة ليهم وإنها كانت ضرورة فرضها توسع الناتو على حدود بلادهم وإن وجود روسيا يعتمد على مدى نجاحها في الحرب الحالية خد بالك برضو من نقطة مهمة توقيت المذكرة الخاصة بتوقيت بوتن جاي بعد حدثين الحدث الأول هو الكلام عن رغبة بوتن في حضور قمة مجموعة العشرين القادمة بعد حوالي أربع شهور من دلوقتي التاني هي زيارة الرئيس الصيني لروسيا في عشرين مارس الحالي كأول زيارة بين الدولتين منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية والاجتماع ده الأمريكان والأوروبيين شايفين أنه حاسم في مصير الصراع بتاعهم ضد روسيا وبالتالي مذكرة اعتقال الرئيس الروسي بوتن جات علشان تضيف ضغوط أكبر على الصين مش بس بالتعامل مع روسيا المعتدية على أوكرانيا من وجهة نظرهم لكن كمان التعامل مع رئيس دولة ملاحق في الجنائية الدولية وأن الهدف من القرار هو بعثرة أوراق الاجتماع الروس الصيني ومحاولة التقليل من أي دعم صيني حاسم للحرب الروسية في أوكرانيا وأكبر دليل على كده مش بس توقيف بوتن ولكن أن أمريكا استبقت الزيارة الصينية دي وقالت أن أي اقتراح أو وساطة من الصين لإيقاف الحرب هيكون المستفيد الوحيد منه هي روسيا يعني باختصار ما تعلقوش أمال على مبادرات الصين واستعدوا لإكمال الحرب وأن الصين وسيط غير نزيل وتقدر تقول أن التصريح ده مع إيقاف بوتن جنائيا هدفهم أن أمريكا تحط أوروبا في موضع الصراع والصراع فقط وهتخلي أي فرصة لحل القضية بشكل دبلوماسي أو سياسي هي فكرة مش موجودة من الأساس رغبة طبعا في تدمير أكبر لروسيا لكن الحقيقة اللي عملوا الأوروبيين ده مش هيدروا غيرهم ولا هيجي إلا على حساب استقرارهم هما وقالنا كلنا شايفين الاحتجاجات اللي حصلة شوية في جورجيا ومولدوفيا وفرنسا لكن فكرة احتلال دولة بحجم قرة وإمكانيات قرة بلا مبالغة زي الدولة الروسية دي هي فكرة مستحيلة وكل اللي بيحصل حاليا عبارة عن رهان على إن الشعب الروسي ينقسم على بوتن ويبدأ يهجمه ويحاول يغيره عن طريق التظاهر أو أعمال الفوضى علشان بوتن هو واحد من أقوى الزعماء الروس وإسقاطه معناه إن روسيا كلها وزعيمها القادم هيكونوا في موقف صعب جدا وهيكون الاستسلام والخروج من أوكرانيا أو التكاليف اللي هتندفع خلونا بقى نشوف إيه آخر العركة ديه بين الطرفين اللي الحقيقة برضو مش خسران في الموضوع ده كله إلا الشعب الأوكراني المسكين احمدوا ربنا على نعمة الأمن اللي عندنا وعلى نعمة التحالف العربي وعلى كل النعم اللي بنعيشها في بلادنا وربنا يحفظ بلادنا كلها من كل شر ويوفق حكمنا لما فيه الخير ولما فيه مصالح على البلاد والعباد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته